حمدا لمن علم بالقلم وصلاة وسلاما على من أرسله الله لكل الأمم صلوات ربي وتسليماته عليه ثم أما بعد مجتمعي الكرام تتضح الصورة وتكتمل بوقوفنا بك على جزئية أخرى في موضوع الشرك ألا وهي أقسام الشرك وكذلك نختم معك ببيان الفروق بين تلك الأقسام أما أقسام الشرك فإن أقسام الشرك قد قسمها العلماء بعدة اعتبارات أما الاعتبار الأول فهو أقسام الشرك باعتبار منافاته لأنواع التوحيد ولقد قسم العلماء الشرك باعتبار منافاته لأنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الشرك في الربوبية وقد سبق وأن بينا أن الشرك في الربوبية معناه أن يقر العبد ويعترف بأن لله عز وجل شريكا في هذا الخلق وفي هذا الإبداع للكون أيضا الشرك في الأسماء والصفات معناه أن يعترف العبد وأن يقر أو أن يعتقد بداخله أن أسماء الله وصفاته يشركه معه غيره من المخلوقين فيسمي الله عز وجل بأسماء وهذه الأسماء يجعلها كذلك صالحة لأن يسمى بها غير الله تبارك وتعالى أو أن يعتقد أن أسماء الله هذه فيها من التفسيرات ما يوقع العبد في التجبيه والتجسيم والتكييف وقد بينا ذلك فيما سبق أيضا من أنواع الشرك الشرك في الألوهية ومعناه أن يعترف العبد بأن الله الرب وأن لله الأسماء الحسنى يشركه معه في العبودية سواه هذه هي أقسام الشرك باعتبار منافاته لأنواع التوحيد أما عن القسم الثاني من أقسام الشرك وهو قسم باعتبار كونه أكبر وأصغر وخفية وهو أيضا ثلاثة أنواع الشرك الأكبر ومعناه أن يعتقد العبد بأن لله عز وجل شريك هذا الشريك في الوحدنية أو الربوبية أو الأسماء والصفات كذلك وهذا النوع سنعرفه الفرق بينه وبين الشرك الأصغر أما الشرك الأصغر فهو أن يعترف العبد أو أن يفعل العبد شيئا قد يدخله في الشرك الأكبر وعندئذ سينطلق من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر أو يكون قد دخل في معترك الشرك الأكبر القسم الثالث الشرك الخفي وهو ذاك النوع الذي يقوم به العبد بقصد أو بغير قصد كأن يعتقد بأنه إن تقدم بفعل شيء للخلق أو أن يفعل ما يرضي الله عز وجل لكنه يرائي بهذا العمل كأن يتصدق أو أن يقول كلمة أو أن يقرأ أو أن يذكر إلى غير ذلك لكنه يفعل هذا الشيء رياء وسمعة وهذا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه إنه الشرك الخفي أخفى من مسيرة النملة الصماء على الصخرة الصلماء في الليلة الظلماء كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهو ما نختم به هذه الوحدة المباركة من هذا المقرر المبارك التوحيد إن أهم الفروق أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله ما معنى هذا الكلام؟ الذي أشرك شركا أكبر لا يغفر الله له إلا إن تاب إلى ربه وعاد وأعلن توبته ودخل في الإسلام من جديد وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة أي من فعل شيئا من أفعال الشرك الأكبر الأصغر كأن يرأي أو كأن يفعل يترك طاعة لله أو ما إلى ذلك عندئذ هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أما الفرق الثاني فهو أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة قولا واحدا بينما الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه وإنما إن عاد إلى ربه تائبا فلا شيء عليه وكأنه ما فعل شيئا أما إن أصر عليه أو إن فعل هذا الأمر معتقدا فإنه ينتقل عندئذ كما قلنا من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر كذلك من الفروق أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار أما الشرك الأصغر فلا يخلط صاحبه في النار وإن كان مستحقا للوعيد من الله تبارك وتعالى وسيعذب ويخرج بعدما يعذب لقاء ما فعل ثم يدخل في دائرة المؤمنين المسلمين كما جاء في الأحاديث الصحيحة في هذا الخصوص